صحيح أن الجسم لا يمتس أكثر من 30 جرام بروتين في وجه الواحدة لا عادي أي كمية ستأخذها جسمك سيمتسحك بالكامل ولكن السؤال الصحيح بنفس كل مرة أقول هل هذه 30 جرام أو 100 جرام أو أي كمية التي تأخذها جسمك ستستخدمها للبناء العضلي؟ لا لذلك أفضل شيء تتوي عشان أنك تستفيد من كل كمية البروتين التي تأخذها أنك تقسمها على المنارة اليوم كل ثلاث إلى خمس ساعات تأخذ حصة بروتين بس يعني الغد تحتاجك بهذا الشكل بس أي كمية بتأخذها جسم بيمتسها بالكامل عادي قسم بروتينك على المدار اليوم مورك طيبة كلاجين مفيد صج الأدلة حولها متضاربة ولكن أنا شخصيا من الأشخاص اللي أصح فيه فترات الإصابة بالتحديد الأشخاص اللي تصنهم إصابات في المفاصل وغيرها الغضاريف ممكن يستخدم الكولاجين فقد يساعد في ترميم هذا الأمر ولكن الأدلة يعني فيها وفيها فيها أدلة واضحة أنها ممكن يفيد وفي أدلة توضح أنها العكس بس اللي بيأخذ الكولاجين اللي يأخذ معه فيتامين سي فيتامين سي 500 ميلي جرام ومشاء الله مورك طيبة الكولاجين تقريبا 10 جرام في اليوم بدي أبدأ من الصف وأعمل بزنس خاص فيني هذه الأسئلة في الحساب الثاني حساب الثاني تكلم فيه عن هالأمور ولم تكلمت عن التسويف وتأجيل المهام معلومات مهمة تكلمت به هالأمر مهم أن هذا الحساب الثاني هني هالأحساب بس تغذية ورياضة يا شباب قلت لكم أي شيء ثاني هذاك الأحساب تحمي نفسك من مرض السكري شغلتين ثنتين يسويهم أولا أنك ما يكسر عندك نسبة دهون عالية ثانيا نكون نشط بدنيا وحركيا ما بقول لك طع السكرة حيث ما صدق سكري لأنه ما في علاقة تناول السكر لا يؤدي لمرض السكري مثلا ما يعتقد الكثيرين اللي يؤدي لمرض السكري في ذات النوع الثاني يعني أهو تراكم نسبة الدهون بالتالي يكون هنا خلل في مستقبلات الإنسولين في الخلايا غير ذلك عدم النشاط والحركة أيضا يسبب هذا الأمر فإذا إذا تغذيتك زي هنا نسبة دهونك من خفضة وتنمارس الرياضة بإذن الله ما بصدق نوع السكري بإذن الله الغرف على بروتين أثناء التنشيف يساعد في المحافظة أو زيارة الحجم العضلي يعني ضربه في الثنين وفوق نعم ممكن زيارة نسبة البروتين في فترة التنشيف قد تعطي أفضلية من نسبة البروتين تكون منخفضة بذات أن جسمك معرض أكثر الهدم العضلي بسبب قلة كمية الأكل أو نسبة السعرات بشكل عام فزيارة البروتين تعطي الجسم أفضلية في المحافظة العضلات بدون ما يفكك البروتين في العضلات ويهدم العضلات بشكل عالي فنسبة البروتين تكون أعلى بالتأكيد في فترة التنشيف مقارنة بفترة التضخيم هناك فرق كبير من الوي والآيزو مو آيد وآيد الوي طريقة فلتر تختلف تميها طريقة تركيز أما الآيزو طريقة العزل أما هؤلاء تسمى الآيزوليشن الفرق بينهم أن البروتين بيكون شوي أعلى مقارنة بالثاني نسبة الكربو الدهوم بتكون أقل في الآيزو بس بس إذا قارنا بروتين لبروتين نفس الشي يعني بس الفكرة أن الناسبة اللي تدهوم بتكون أقل نسبة الكربو تكون أقل فالنسبة الكلية في السكوب مقارنة بهذا السكوب لبروتين يكون أعلى في الآيزو مقارنة بالوي بس الفائدة واحدة النتيجة واحدة بعض الناس يحتاج أن يأخذ آيزو لأنه أخف باللاكتوز مقارنة بالوي أو الكونستراتيد فهذه الفرق طبعا كلهم وي كلمة وي يعني مصر الحليم فهي يعني كل الأنواع الايزول ايزوليتد وفي الهايدرولايزد ضرورة تنظيف الكبد حتى لما دخلت علم الظلام لا يجد ضرورة لذلك لأن أساساً الكبد الله سبحانه وتعالى خلق الكبد وهي عندها القدرة العالية هذا العضو عنده قدرة عالية على تنظيف نفسه والطرب السموم والتجنب هذه الأمور كلها فالبعض يقول لك والله لازم تسوي تنظيف الكبد أو لازم تشرب المشروع الفلان وتخلط هذه الخضروات الفواكه وتسوي الديتوكس حقنا الكبد ما يتعاف الكبد عنده القدرة بدون هذه الأمور وحتى ما سويتها لا تتوقع أنه راح تعطيك أفضلية على القدرة الطبيعية لجسم الإنسان فإذا الشخص فعلياً ما قد يأخذ أدوية أو مواد قد تسبب سمية أو مواد عالم الظلامة وغيرها فعلياً ما راح يحتاج أن يسوي أي شيء زيادة حق الكبد لكن إذا تأخذ أي شيء من هذه الأمور نعم قد تحتاج أنك تساعد الكبد لأن هذه الأمور تأثيرها عال جداً حتى الكبد بنفسه ما يقدر يواكب تأثيرها السلبي عليه أشكر سهرمون وأستعمل الأرمسين بس صار لي تغيب الأسبوعين وحسب ضعف في الانتصاب الأرمسين قوي على أنزيم الأرمتيز فممكن لي صار أن نزل مستوى الاستروجين أو الاستروجين أو الاستروجين تحت طبيعي إذا نزل تحت طبيعي وايد راح يأثر سلباً في الانتصاب وإذا زاد وايد راح يصير تأثير سلبي على الانتصاب فلازم تفحص روح أفحص وتشوف هل الاستروجين أو الاستروجين بالمصطلحة اللي حنقوله من خفض وايد أو مرتفع وايد ممكن يكون موبل منه وممكن يكون لديك مواد ثاني قعد دخلها ترفع عليك البرولاكتن برولاكتن أيضاً يسبب ضعف الانتصاب قد ارتفع وايد فإفحص التستوسترون الاسترديول والبرولاكتن وجوث المدوين ممكن أصلاً ما راح فاجل الأرمسين يعني ممكن وايد قاعد ينزل لك الاستروجين تحت فبالتالي يأثر سلباً عليك فلازم نتضبط الموضوع رياضة الكاليستينيكس تبني العضلات بالتأكيد طبعاً تبني العضلات بالتأكيد بس اللي عليك انك تعرف شو تتدرج في ذلك في البداية تلعب وزن جسمك يعني تلعب وزن جسمك بس مثلا تخلي أوزان أو تغير التكنيك أو ما شابه ولكن نعم الكاليستينيكس قد تستطيع انك تبني عضلات بشكل طبيعي ولكن السؤال الأهم هل أستطيع ان أبني عضلات نفس اللعبين كمالا أجسام عن طريق رياضة الكاليستينيكس تجاوب لا فالفكرة انك راح تكدير تبني عضلات ولكن هذا البناء لمدى معين لأنه يعتمد على الأدوات التي استخدمها على الأوزان على الشدة على ما شابه ولكن نعم الكاليستينيكس رياضة تستطيع من خلالها بناء العضلات عن طريق وزن الجسم أو ما شابه ممكن ذلك الجلسات للعب الطبيعي نفس اللعب الهرمون على تحمل اللعب يعني مو شاب لأنه أنا أخذ هرمون معناته لازم ألعب جلسات أكثر من الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي هذي ممكن صار لعشر سنين اللعب أنا صار لسنة واحدة اللعب وقعد أخذ هرمون كمثال ولكن هذا الشخص قدر جسمه وايد عالي تكيفه مع التماريه صار وايد عالي فممكن نرفع حتى الجلسات أكثر الجسم يتحمل بس أنا لا محتى مع استخدام هذه المواد ما أقدر أكثر أكثر مثلا عشرين جلسة في الأسبوع وهو يوصل حتى ثلاثين جلسة خمسة وثلاثين جلسة في الأسبوع وأموره طيبة استشفاءه عالي تطوره جيد ما في تراكم إجهات في الموضوع لا يقص فقط يأخذ مواد عالم الظلامة أو ما يأخذ ولكن السؤال الصحيح هل جسم يستطيع تحمل هذا العديد من الجلسة الجولات والله أنا والله بصدت مرحلة تكيفت أبار فع أكثر هل جسمك يتحمل هل في تطور مع ذلك ما في تراكم إجهات خلاص بغض النظر تأخذ أو ما تأخذ لا تقص بهذا الشكل الأمور هل رايك بقصة السيزرية أو السبليمامال الله ما عرف تكره هذا يلي بتحاكي العقل الباطن بقصة الطول إلى آخره يعني ما فهدت هل لازم هذي شي نو يترتب الجملة الآتية شنو مطلوب ما فهد ولش ولش شيء أخذ مقنية سوم غلايسينيت والحبة الواحدة فيها 350 ميلي جرام شم أخذ حبة في اليوم واحدة بس واحدة كافية جدا كل شم اسبوع تنصح الواحدة غير التمارين الواحد يستطيع أن يستمر على التمارين مدى الحياة نفس التمارين مدى الحياة كعني تركز وياه ما قلت لك كل شم اسبوع أو كل شهر أو كل شم سنة السبب الوحيد ممكن يخليك تغير التمارين إذا التمارين بدأ يضاقك ما في سبب لك إصابة سبب لك مشاكل سبب لك كذا ممريح معاك أو تمللت فعليا أنت بيتغير ولكن حقيقة أي تمارين يستهدف العظام بشكل صحيح تجد استمر عليه مدى الحياة إذا لم تحتاج تغير التمارين بحد ذاتها ستترى التطور أبدا لا الحفلات التمارين هو حجم التمارين، شدة التمارين هذه الحفلات التمارين حين الصدر المستوي كل شم اسبوع لازم تغيره؟ ليس لازم تغيره، تجد استمر عليه 20 أو 30 سن نفس التمارين فالموضوع هو هل التمارين تجد استمر عليه؟ هل مريح بالنسبة لك؟ هل قاعدتك استغاف صحيح؟ خلاص، أبدا ما تحتاج لتغيره